حتى لا أتيه عن تزجيل هذه الملاحظة العجيبة جداً وجدته في كتاب الله عز وجل وهذا من ألطف ما يكون أيها الإخوة ازدواج التفسير الغائي مع التفسير الميكانيكي القرآن يقول هذا بشكل واضح ولا أعتقد أن كتاباً سماوياً آخر يفعل هذا كالتوراء والإنجيل لم نخرأ شيئاً من هذا القبيل قطوا أيها الإخوة ألم ترى أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودقة يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد نقطة إلى هنا والآية لم تتم أيها الإخوة لم تكتمل تفسير آلي الآية تتحدث وتقدم تفسيراً ميكانيكياً آلياً بلغوة العصر تفسيراً علمياً في منتهى الروعة أدهشاً أيها الإخوة العلماء الإخصائيين في هذا المجال في الغرب والشرق أدهشتهم هذه الآية بعضهم أسلم ساذ هذه الآية شيء غريب جداً جداً تفسير آلي في منتهى الدقة لا يمكن لم يكن يكن يتسنى لمحمد صلى الله ولا لغيره ولا للبشر إلى ما قبل مئة سنة أن يصلوا حتى إلى تخوم هذا التفسير قدمته الآية بكل سلاسة وبكل وضوح وثقة وطمأنينة ألم ترى القضية محسومة أن الله يفعل كذا وكذا بعدين فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء دخلنا في التفسير الغائي التفسير الغائي وعلى كل حال أيها الإخوة حتى هذه الآية بهذا النظم البديع العجيب المعجز والمدهش واللافت أيها الإخوة لا تقول إن العملية تمت فقط من أجل أن نصيب به ونصرفه عن من نشاء لا لا تقول هذه الآية من يفهم البلغة العربية لا يمكن أن يخفز لهذا الاستنتاج العاجل أو المتعجل لا تقول هذه لا الآية لم تقول هذا ولا تقوله لكن هذه قضية أخرى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسخناه إلى بلد ميت إلى هنا والآية لم تتم تفسير ميكانيكي القرآن يقدم التفسير الميكانيكي ولا يراه يتعارض أبداً مع التفسير الغائي التليلوجي أبداً فسخناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها غائي وهي غائية لا يجد العلم نفسه يعني مضطراً إلى التجههم لها ونكرانها صحيح هذا يتم بشكل أو بآخر هل يتم بفضل المطر أو بفضل الذي أنزل المطر وسخره هذه قضية افتراق الآن قضية افتراق لكن ازدوج التفسيران وهناك أمثلة أخرى كثيرة لن نطول بذكرها في كتاب الله يكفي هذان المثالان مثلاً يكفي هذان المثالان إذا كان ذلك كذلك ما الذي حدث هنا في الغرب؟ وما الذي يراد له أن يحدث في الشرق؟ لماذا يراد للناس أن يخلعوا عنهم مبادئهم الدينية؟ وأن ينزعوا أيها الإخوة بواطن وظهارات معتقداتهم بسبب التفسير العلمي الذي يزعم له أنه احتكر قضية التفسير كلها مرة واحدة وإلى الأبد وهذا كلام فارغ غير صحيح العلم في ترق دائم وفي تناسخ لا يقال مرة وإلى الأبد لكنهم يقولون هذا ويكتبونها بكل عنجهية بكل عنجهية وصلافة مرة واحدة وإلى الأبد كلام فارغ غير صحيح والله ليس حتى إلى مائة سنة العلم يتناسخ في أقل من هذا بكثير في أقل من هذا بكثير لكنهم يروحون أعصابهم المكدودة في معركة صراع الأفكار والمعتقدات أيها الإخوة وربما أيضا يسلون أنفسهم من حيرتهم وقلخهم تمزقهم الفلسفي الأنطلوجي بمثل هذه القطعيات السخيفة مرة واحدة وإلى الأبد ليس صحيحا لم يكن الأمر ولن يكون على هذا النحو وإلا يتوقف البحث البشري والقلق المعرفي وهو أنبل ما في الإنسان هل ليس كذلك؟ وهو لا يتوقف ولا ينبغي أن يتوقف ولا ينبغي أن يتوقف